دراسة الإسلام الديمقراطية بواشنطن قلت منذ قليل أنه مفزوع مرعوب سعيد أنا أسأل تحديداً هو سعيد تقول سألتزموا بالخارطة الانتخابية مما يوحي أنه سيلتزموا بإجرائها على قلب الثلاثة موعيد التي أعطتهم لهذه الانتخابات لكن هيئة الانتخابات ذكرت أو نقل عنها أن هذه المرة ستجعل بتقع الثلاثة ضرورية إضافة شرط يعني قبل أشهر معدودات بماذا يوحيه أستاذنا نعم يعني أولاً هو أعتقد أن قيس سعيد كان يميل في البداية إلى تأجيل هذه الانتخابات ولكن هيئة الانتخابات والعديد من الأطراف الأخرى داخل الوطن لأنه الحمد لله مازال عندنا مؤسسات وإن كانت مضروبة وإن كانت ليست بالقوة التي كانت عليها بعد الثورة لكن مازال عندنا أشخاص ومازال عندنا دولة ومازال عندنا مؤسسات تستطيع أن تقول لا لقيس سعيد وأن المدة امتاعه منتهية يعني هو ليس له خيار يعني إذا يواصل بعد أكتوبر ولا ينظم انتخابات من هنا إلى أكتوبر فيصبح فاقد لأي شرعية قانونية أو دستورية لأنه شعب تونسي انتخبه لمدة خمسة سنوات وهذه الخمسة سنوات انتهت يعني ليس له خيار في أن يمدد لنفسه ممكن يفعلها ولكن أنا في اعتقادي تكون عملية انتحارية لو يؤجل الانتخابات أكثر من شهر أكتوبر أو نوفمبر على أقصى تقدير النقطة الثانية عندما اقتنع قيس سعيد أنه من الضروري عليه أن ينظم هذه الانتخابات أصبح يفكر هو ويعني المجموعة التي معه سوى في القصر الرئاسي أو في بعض مؤسسات الدولة مثل الداخلية كيف يمكن له أن يصفي خصومه أو أن يمنعهم من الترشح هو يريد أن يترشح تقريبا بمفرده لكي يضمن الفوز إذن لعبة من هذه الألعاب هو هذا القانون الجديد الذي صدر مش عارف إذا قانون ولا مرسوم ولا قرار من الهيئة ولا كيفاش معناها التفق عليه أنه لابد من البطاق عدد ثلاثة حتى لو كانت البطاق عدد ثلاثة معقول أنه طالب أن المترشحين يكون عندهم بطاق عدد ثلاثة لكن الآن التغيير اللي يحب يعمله قيس سعيد وليس عارف إذا كان ستسمح له هالهيئة والمؤسسات بهذا التغيير هو أنه لا يتحصل المترشح على هذه البطاقة إذا كانت هناك مجرد تهمة ضده ليس حكم يعني حتى قبل أن يصدر الحكم نعم إذا عنده قضية في المحكمة ولم يصدر فيها أي حكم يعني هذا كافي لكي تمنعه وزارة الداخلية من البطاق عدد ثلاثة وبالتالي لكي يمنع من حق الترشح في الانتخابات القادمة يعني هذه الألعاب في الحقيقة تدل على أن هناك خوف وهناك ارتباك لدى قيس سعيد لأنه يعرف جيدا ويعلم جيدا أن شعبيته تضاءلت بصفة كبيرة جدا لكن رئيسا يحكم في كل مفاصلة الدولة من الذي يجعله مرعوبا أستاذ حسب توصيكم مرعوبا لسببين رئيسيين أولا كما قلت أن شعبيته تضاءلت كثيرا كانت في البداية 60 و70% الآن بين الـ 15 والـ 20% ثانيا لأنه إمكانية تزوير الانتخابات لم تعد ممكنة بالشكل الذي كانت عليه في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي حيث أن كل الانتخابات تذهب إلى وزارة الداخلية مغلقة يعني لا يتم فتحها في سنديق الاقتراع في الأماكن للانتخابات تذهب كلها مغلقة إلى وزارة الداخلية وبعد ثلاثة أربع أيام تعلن وزارة الداخلية النتائج ولا من أي مشاهدين أو مراقبين مرخي يعني غياب الرقابة الجديدة هذا في الحالة هذه وعلى فكرة الانتخابات حتى في مصر إلى حد الآن تتم بهذه الطريقة يعني لذلك يمكن أن يعطوا أي نتيجة يريدون ممكن يقول لك عنده 70% 80% 90% يعني ليس هناك أي طريقة للتثبت أو التأكد من نتائج الانتخابات بعد الثورة المباركة 2011 أصبح عندنا طريقة جديدة للانتخابات ولا يمكنه أن يغير هذه الطريقة الطريقة هي أن تحسب الصناديق في مكان الاقتراع وأنه من حق أي مرشح أن يكون له مراقبين في كل مكان من أماكن من صناديق الاقتراع وأن هؤلاء المترشحين المراقبين يبقون إلى آخر اليوم ويحسبوا البطاقات الانخراط في كل صندوق مع بعضهم ويمضيوا عليها مع بعضهم ثم تذهب إلى الهيئة لمزيد التأكد وإعادة الحساب مرة أخرى ويمضيوا كلهم وكل واحد يأخذ نسخة من البي ذي نسخة من الورقة التي حسبوا فيها البطاقات إذن عملية التزوير ليست ممكنة بالشكل المفضوح أو الشكل الكبير يمكن أن يزيدوا بعض الورقات هنا في الصباح قبل ما يجيوا بعض الناس أو في المساء بعد ما أغلقت القاعدة مكان ما فيش هناك مراقبين أو ملاحظين لكن عدد إمكانية التزوير الآن أصبحت ضائحة ربما يزوروا 102% أو 3% أو 5% لكن لا يستطيعون يزوروا 60% أو 70% إذن هذا هو السبب الرعب الذي يشعر به الآن حسب رأي قيس سعيد لكن المشكل يبقى تقني أم سياسي عام في النهاية ما معنى زادزوز والثلاثة جل السمعين 102% داخل وقت الحضرة إذا كان المناخ العام الصف الأول المناخ العام هو مناخ أولا خوف هذا صحيح ولكنه رفض كبير لمشروع قيس سعيد الآن أصبح هناك إجماع عند كل الأحزاب وكل المدارس الفكرية والسياسية في البلاد وحتى لدى منظمات المجتمع المدني أن قيس سعيد انحرف تماما عن الخط الديمقراطي عن القانون عن الدستور وهناك معارضة قوية وشديدة المشكلة الوحيدة أن هذه المعارضة ما زالت منقصمة وهو يراهن على هذا الانقسام يعني الطريقة الوحيدة التي تمكن لقيس سعيد أن يفوز في الانتخابات القادمة هناك في الحقيقة طريقتين الأولى هي إذا كان المعارضة أو أغلب الأحزاب معارضة قاطعت الانتخابات الحقيقة هذه أمنية قيس سعيد لأنه إذا قاطعت أغلب الأحزاب وأغلب المنظمات الانتخابات هو سيفوز بطبيعة الحال لأنه سيكون هو المرشح الوحيد يعني يجري وحده بطبيعة الحال يعني هو يدفعهم نحو هذا المربع هذه أمنيته هذا ما يتمناه أنا في تقدير قيس سعيد أنهم يقاطعون من الآن ويقول والله ما تماش ظروف يعني متاع انتخابات حرة ونزية ولذلك نحن نقاطع كما فعلوا في الثلاثة سنوات الماضية هو لم يقلقه أبدا أنه فاز فقط بعشرة في المياه يعني من أصوات الناخبين اللي مشاو صوته في الانتخابات الماضية كانوا حوالي عشرة في المياه هو لا يقلق هذا الأمر يقول لك أوكي اللي قاطع هو حر قاطع أنا فزت في الانتخابات ولم يكن هناك تزوير كبير هناك بعض الإضافات متاع الأصوات اللي صارت بعد منتصف الليل يعني حوالي مئتين ألف صوت زادت من ثمانية في المياه تقريبا إلى أحداش في المياه وهذا الشعب التونسي الكل يعرفه مش حاجة مخبية معناه ولكن يعني نسبة التزوير كانت ضائلة ولكن هو أربح وأربح بالفعل بسبب المقاطعة لذلك أنا أدعو المعارضة أن لا تقاطع الانتخابات هذه المرة المقاطعة حتى في ظل هذه الظروف أستاذ دكتور طبعا بالعكس في ظل هذه الظروف يجب أن ننزل إلى الشارع ويجب أن لا نقاطع وأن نترشح بأعداد كبيرة وأن نصوت بأعداد كبيرة لأن أغلب الشعب الآن سيصوت ضد قيس سعيد وأنا أزعم أن أي مرشح آخر ضد قيس سعيد سيهزمه في الدورة الثانية هذا بكل تأكيد إذن يجب أن لا نقاطع الانتخابات هذه المرة وهذا خطأ كبير جدا يعني أدعو كل الأحزاب أن لا تقاطع الانتخابات هذه النقطة الأولى أي حزاب دكتور إسمح لي أي دكتور أي حزاب دقصد أحزاب الكل حزاب التاريخية أو حزاب الواقع بعضهم يقول لك لا وجود الأحزاب على الواقع يا أخي الأحزاب شوف هي الأحزاب هي الجزء من المجتمع يعني لا تضمحل الأحزاب بقرار سياسي هي ليست مسموح لها بالعمل القانوني ولكن عندها شعبيتها وعندها أنصارها هما لم ي يعني ما اختفاوش التوانسة من الشارع أو من البلاد يعني ما زالوا موجودين وأن كانوا ربما لا يستطيعون أن يعبروا عن قناعاتهم بحرية وبكذا ولكن الأحزاب الموجودة ونسب الدعم بتاع الأحزاب إذا كان هو قيس سعيد يعرف أنه هي غير موجودة ما لم ناش خايف علاش قاعد يمنع فيهم من الترشح خليهم يترشحوا إذا أنت تعرف أنك مش تفوس في انتخابات حرة ونزيلة لماذا تمنع في خصومك من الترشح يعني هذا أكبر دليل أنه هذه الأحزاب ما زالت موجودة وأن الشعب فعلا يعني غير مستعد أن يواصل خمسة سنوات أخرى مع هذا العبث ومع هذه الفوضى ومع هذا التدمير الممنهج للدولة وللقانون وللدستور ولكل مؤسسات الدولة قيس سعيد يعتبر نفسه هو الدولة هو الذي يحكم يعني بأمره كما يشاء ولا يعارضه أحد والذي يعارضه هو خاين وعميل ومتآمر واسمعنا كل هذه الصخافات لأنها شملت الجميع بكل الأطراف أي واحد يعارضه هو عميل ومتآمر وكذا يعني كفانة حقيقة شيء حشم وفضيحة أمام العالم الناس الكل رأي تتفرج الآن ما ثم حد شيء متخبي كل شيء يشوفوا فيه العالم الكل ويعرفوا يكتبوا عليه في المقالات وفي الصحف وفي مراكز البحر معناها فضيحة هذا الذي يجري الآن في تونس تونس التي كانت رمز الحرية ورمز الديمقراطية في العالم العربي فضيحة أن يحصل فيها كل هذا ونحن معناها مازلنا ساكتين ومازلنا نتفرج الحالة الثانية بالله أخي حسين مهمة جدا التي يمكن أن يفوس فيها قيس سعيد قلت المقاطعة هي أولا وأرجو أن لا يقاطعوا الحالة الثانية إذا يدخلوا ولكن منقصمين يعني يكون ثم عشرة مترشحين أو خمستاش مترشح ضده كل واحد يجيب ربعة في المئة خمسة في المئة ستة في المئة هو يفوز بخمستاش في المئة ويكون عنده الحق أيضا أن يقول أنه فوزت فعلا يعني تكون نسبة المشاركة عالية جدا لأنه وقت النسل يكون تشارك في الانتخابات ولكن أصوات الأحزاب الديمقراطية أصوات الأحزاب التي تؤمن بقيام الثورة وقيام الحرية والديمقراطية تكون مشتتة يعني بين عشرة أو خمستاش المترشح لذلك أدعو المعارضة أن توحد كلمتها أن تتوحد من هنا إلى الانتخابات القادمة وأن تتفق على مرشح وحيد مرشح واحد شرط فيه أن يكون إنسان ديمقراطي الشرط فيه هو أنه يتعهد بعودة المسار الديمقراطي وعودة الحريات واحترام القانون واحترام الدستور طبعا هنا أقصد دستور 2014 ليس الدستور 22 اللي كتبه قيس سعيد بخط يديه والذي هو ليس دستورا في الحقيقة هو مهزل هو مسخرة دستور 2014 صادق عليه أغلب الأحزاب وأغلب التوجهات الفكرية والسياسية يجب أن نعود لدستور 2014 ربما مع بعض التنقيعات الدستور ليس منزه عن الخطأ نتفق على بعض الإصلاحات الدستورية بعض التغييرات في الدستور مش مشكل أما الدستور 2014 يجب أن يكون هو القاعدة التي نبني عليها جيد في انتظار معلشة الخليل الفني وتلتحق بنا لأستاذة سعيدة العاكمين رئيسة الجمعية التونسية